أقيم العرض الأول لفيلم يوسف لمخرجه قاذم فياد بمجمع الأبي سيفردان بحضور عدد من الفنانين والأعلميين اللي حبوا شيركوا فياد فرحة انطلاءة فيلمو الشديد بطل العمل حسين حيدر واللي شيرك أيضا بكتابته كان خبرنا عن ساعدته بهالعمل هيدا فيلم عن بيروت فأكيد سيكون مبسوط جدا بس يكون طالع ببيروت نحن محمصين مبسوطين لأنه الناس بلشت تشوف هيدا الفيلم اللي بيحكي عنا اللي بينقل واجعها واللي بيعطيها أمل هيدا الفيلم تصور من قبل وطرحته فيه على هوليوود أدابة رح يعطيكم هيدا بتلمسؤولية أكتر لبعدين نحن على سيرة المسؤولية في شيء أهم من المسؤولية وهو الشغل الشغل بيخليك توصل ويصير عندك مسؤوليات أكتر مثل ما أنت حكيت نحن قرادة عم نشتغل على فيلم تاني وإن شاء الله حنوصل فيه للعالمية مرة تانية ورح نحقق أكتر من اللي حققناها المرة حسين عميل عبدور يوسف اللي بيحمل اسم العمل ورسالته كانت نقل روح الشباب وتطلعاتهم كل اللي كانوا عم بيمسوا بقلب الفيلم هني أبطال يوسف هو فرد من أفراد الفيلم الصورة طبعيته كانت واضحة أكتر من الكل لأنه كان بيحمل مسؤولية فنية اللي هي أنه بينقل واجع الشباب معاناتهم الصورة السيئة اللي موجودة بالمجتمع عندنا بنظرته للأمراض النفسية بالتفلط تبع السلاح كيف يقدر يكون موجود وين مكان حتى مع الأطفال الصغار لوين ممكن نتودي هاي الأمور الشخصية أعطتني أمل أعطتني روح خلتني صدق أنه أنا لو قد ما أعمل خيارات غلط بحياتي أنه أنا في عندي دايما مساحة وفي دايما عندي فرصة أنه أنا أعمل خيار صح خوف أنك تنام ومعارك تقرش ونخبي لك مصايد نحن الفؤراء خوفونا نطالب بحوقنا اليوم عشان ما نفوت عجهنم بكرة حسين تشير كتابة العمل مع مخرج وقاظم فياض اللي بدوره اعتبر أنه حقق حلم قديم به العمل هاي دا اليوم بقلنا ثلاث سنين ونوص عم نشغل علم واللي دايما كنا نقول أنه الفيلم هو للناس هو فن الجمهور أنه الناس بس حب الفيلم وواحد بيكفل الناس بس ما تحب الفيلم وواحد ما بيقدر يستمر فإحنا رحنا على المهرجانات وطلعنا ونزلنا حتى نتعلم حتى نطور حتى نفتح علاقات حتى نرجع كمان نتطور بشغلنا ونعمل الأفلام بس هو الفكرة أنه هاي دا اليوم أنه احنا عمنا ثلاث سنين ونوص ناطرين وكل آياتنا هيا وصلنا إلى اليوم كمخرج بعلب الفيلم شو التاتش الحطيطة التاتش كازم بعلب الفيلم كتير كتير إشياء بالأدتينج بالأخراج بالحوار لأنه أنا كمان كتبت الفيلم أنا وعلي وحسان حيدر وهو يوسف وعلي منصور كسكريبت وكتبت أنا وحسان القصة فإنه إحنا حطين عنحات من نفسي بالحوار حاطت بالفريمات حاطر بالإضاءة عملت الأدتينج كمان فكل هالتفاصيل كله موجودين بالفيلم هني بيشبهوني لحد كبير ونهايته يعني هايك تشبه الكاركتر طبع هايك فيها أمل بس يكون الأبطال كلهم تقريباً ذكور أهوى للمخرج يباليش تصويرهم يلا أنسا دغري بيجو مش بحاجة لكتير ميك أب والشعر مثل ما يكون فيه أبطال نساء بقلب الفيلم أو المسلسل سؤال قاسي أما بدي إطلع أنه أنا مستقصد أنه أبطال الفيلم ذكور أبداً بس هي الفكرة أنه تجار السلاح وما تجار السلاح أنه عادة الإناث ما بتشتغل بتجارة سلاح بلبنان بلبنان ما عم نشوفهم ما رح تعط معهم ومسلوا معي تجار السلاح كمان بالمسلوا معي بتجار السلاح بالفيلم فأنه عم نشوفهم ورحنا وعنا عملنا مقابلات ما فيه بلبنان ما فيه بس برق كشركات وكمافيات وهايك مختلفة بس بلان غير عم نحنا عم نعمل فيلم لبناني فأنه أصلاً هي الفيلم بالأهاوي وما بعرف شو بالأهاوي ما فيه بنات ما بيكون يعني هلا بتروح أنت على الأهاوي بلانش مش عم قللك الأهاوي الشعبية اللي بتكون ما بيكون موجودة عم صور فيون مش منطقة أنا جيب كاركتر هيك فأنه أكيد أسهل أنت تشتغل كميك أب مع شاب بس هي الفكرة أصلاً كمان أنت بالفيلم عم بحكي عم بحكي على بره الفيلم لأنه الشاب ما بيحط ميك أب صح؟ يعني تقريباً يعني شوية أوقات منهم شوية بس بالفيلم لأت يعني الموضوع يمكن نفس الشي تقريباً أنه ما لازم يعني الوحدة بلازم تكون على طبيعتها حسب المشهد كمان بتصير يعني حتى كل الشباب بأوقات بنحط لهم فونديشن حتى كلماء العرق كذا الأخرية بس مش للتجميل يعني إلا إذا المشهد بده تجميل ويسم صباغ قدم شخصية بترتكز على علم النفس وهو دور جديد ومختلف بالنسبة له دورة يحكون معالج نفسي لشخصية شخصية يوسف بالفيلم حدا عم بيحاول بيعلمه وبالباكراوند اللي إله علاقة بعلم النفس أنه يساعدها الشخصية لتبقى مستمرة وما توصل لمطرح هيك تتأزم أكتر لاحظنا من خلال البوستر ممكن أنت الوحيد اللي لابس هيك شميز ودورك جدي بالصورتك جدية محمد فعاني شارك بالتمثيل وقدم شخصية مساندة للبطر بشكل كبير أول شيء دوري أنا شخص اسمه الألماني حدا بيعيش صراع ما بين الخير والشر ونشوفه الأخير وين بيصب يعني فينا نقول بيعيش مع البطل بكل مراحل تغيراته الجزرية والإساسية بالفيلم شخص بيشبه كتير أشخاص كتير بالمجتمع اللبناني هذا الفيلم كتير بيعني لنا لأنه تجربة شبابية انطلقنا مننا وكانت مغامرة وإن شاء الله هاي المغامرة تكون نهايتها حلوة بالعالم تحب الموفي وتنبسط وتستمتع لأنه بحس إنه كتير بيشبه الواقع اللبناني وبيعكس وجع الشباب اللبناني بهيدا الواقع المرير اللي عم بعيشوا يعني ما بدنا نحكي عن سلاح كتير لحتى ما نفهم غلط عرفت؟ فلا أنا حلوة كانت مغامرة حلوة لأليه وحلو إنو عشت عشت إشياء أنا ولا مرة عايشة منهم قصة سلاح ومسلح وكنت عم بلعب كاركتر أبدا ما بيشبهني بالحياة الطبيعية فكمان كانت مغامرة لأليه وتجربة جديدة إنو عيش كاركتر مختلف عني كليا فكان بشكل لي تحدي هيدا الشي فإن شاء الله العالم تحب شخصية الألماني أو يمكن تكره هم أبعرف هلأ الحكم للجمهور الساعة عنده كتير مهمة للزلمة ما شو أفضل أنت ساعة؟ ساعة نحن عم نبيع بطاطا عم نبيع الساعة ردوان مرتضى الشارك بإنتاج هالفيلم كماء بتقديم شخصية خاصة خلاله هو أنا بالأصل بالإنتاج ولكن أنا مشهور كصحافي أكتر مني كمنتج أو بالإخراج بس ولكن النقلة هي إنو أنا بعمل أفلام وثائقية عامل أكتر من 30 فيلم وثائقي هيدا التجربة الأولى بعالم الدراما هي تجربتان تجربة أولى هي بإنتاج هيدا الفيلم التجربة الثانية هي أني مثلت بقلب هيدا الفيلم وهي هي من أسوأ التجارب الممكن تنعمل واللي هي مبعيدة تجربة الإنتاج أكيد بعيدة على اعتبار أنه كان فيه منتج أدري الفيلم هو فيلم يوسف أدري يحقق جوائز يعني فيه عدة جوائز بين جناب أماركا بنيويورك الإسكندرية بمصر بانجلاديش وهيدا الانتشار فعلى أمل أنه يكون هيدا الفيلم هو ركيزي يبنى عليها لأنتاج أفلام تانية لماذا ما حبيت تجربة تمثيلية طبعا؟ علما أني أنا كنت عم أدي دوري كصحفي بتابع الملفات الأمنية وبين العصابة والأمن ولكن فكرة أنك أنت تؤدي دورك كثير صعبة لقيت أنه لأ مع أني أنا بعمل هيدا القصص يوميا بشكل يومي بتلقائي ولكن أني أجي يمثلها وأديها بهذه الطريقة لقيتها صعبة فعلى بتشوف المشاهدين إذا هني ما أحبوا مثل معنا ويقولولي رأيهم يوسف عمل سينمائي عم بيتم عرضه بالصليت اللبنانية بعد ما حصد عدة جوائز دولية على أمل تكون نسبة مشاهدته وتشجيعه بالقدر المطلع بتحس الطعص بلبنان عندهم في صام؟ مش بس الطعص من فصم كلنا هاك